إذن التساعة صباحا بتوقيت القاهرة موجز الأنباء بصحبة زميلتنا لم ياء حمدين شكرا مصطفى التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين والذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وفي كلمته خلال الاحتفال أكد الرئيس السيسي أن الدولة لن تتخلى عن أسر الشهداء ولن تنسى تضحيات شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر وأضف الرئيس السيسي أن ما وصلنا إليه من وضع أفضل كان بسبب أرواح أبناء مصر من الشرطة والجيش قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تستحق أعدادا أكثر من السياحة وفقا لما تمتلكه مصر من إمكانات سياحية مشيرا إلى الخريطة الواجب وضعها بناء على مقترحات المطورين والمثثمرين للنهوض بهذا القطع وخلال لقائه بمجموعة من المطورين والمثثمرين السياحيين بحث مدبولي مقترحات تطوير صناعة السياحة وأكد أن الدولة قدمت كل الدعم المطلوب بهذا القطع وما زالت تقدم المزيد من الدعم وأشار مدبولي إلى المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال أيام مؤكدا أنه سوف يضم جلسة كاملة عن سبل دعم القطع ودفع قطع السياحة بهدف الخروج بوراق التوصيات تعمل على النهوض والقفز بهذا القطع عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلستيه التاسعة والعشرة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وخلال الجلسة التاسعة اتفق مجلس الأمناء على تحديد السبت المقبل موعدا نهائيا لتلقي المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات كما اتفق على مواصلة الأنقاد الدائم للمجلس هذا وتقرر عقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازي بوقع ثلاثة أيام في الأسبوع كما أكد مجلس الأمناء أنه اتفق خلال اجتماعيه العاشر على مقاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية مرحبا بدعوة رئيس مجلس الوزراء لمقرر المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر تعقد اليوم مجموعة الدول السبع الكبرى اجتماعا طارئا عبر الفيديو كونفرنس وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيس بريت أن الرئيس الأوكراني فلودمير زلنسكي سيوقي كلمة أمام القضا في بداية المحادثات وأوضح المتحدث أن الاجتماع سيبحث تدعيات تكثيف الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا وزيادة النعم العسكري لكييف وأيضا تقديم المساعدات لإعادة أعمار المباني المتهدمة في أوكرانيا تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة وقال البيت الأبيض في بيان له أن بايدن تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلودمير زلنسكي حيث بحث الوضع في أوكرانيا خاصة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف والعديد من المدن الأخرى قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن رفاهية الاتحاد كانت قائمة على الطاقة الرخيصة من روسيا وأكد بوريل ضرورة البحث عن مصادر للطاقة داخل أوروبا مشيرا إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي ينتظر إعادة هيكلة وأوضح بوريل أن أوروبا تعمل الآن على البحث عن مصادر الطاقة داخل أوروبا قدر الإمكان توصلت أزمة الوقود في فرنسا جراء الاضطرابات التي نظمها الاتحاد العام للتحاد العمال بمصافي النفط الرئيسية مما أدى إلى نقص الإمدادات بثلثي محطات الوقود ويطالب المضربون بأجور أعلى لمواجهة التضخم القياسي الذي رفع مستوى المعيشة في البلاد واتخذت الحكومة الفرنسية قرارا بإطلاق جزء من احتياطيات الوقود الاستراتيجية للتغلب على هذه الأزمة نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر